هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا في ظل المنورة الجديدة لجامعة الإخوان الإرهابية اللي بتستهدف العودة للمشهد السياسي من خلال طيار التغيير اللي أطلق عليه طيار الكماليين نسبة إلى القياد الإخواني الإرهابي محمد كمال هو المسؤول عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 هنقش هذا الموضوع مع ضفنا اللي موجود معنا ومشرفنا في الستوديو لأستاذ إسلام الكتتني خبير حركات الإسلام السياسي أهلا بك أهلا بيك يا فندي أهلا بيك يا أستاذ إسلام ويعني الجامعة بتحاول يعني هذه الجامعة الإرهابية بتحاول أن تعود للمشهد مرة أخرى لتمارس تخربها بما يسمى طيار التغيير أو طيار الكماليين كيف تقرأ يعني ذلك طيب أولا انتحاتكم مشاهدين الكرام في كان مقولة دائما الإخوان بيرددها يقولك إيه الجماعة تنفي خبثها الجماعة تنفي خبثها نسبة لأن أي فرد من أفراد الإخوان سواء كان قيادة أو أصغر فأصغر فأصغر مستويات قاعدية أقل ترك الجماعة أو خد موقف أو اعترض على شيء ما أو 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 يقولك إيه ده هو لما ساب الجماعة فالجماعة تنفي خبثها على أساس اللي يظل داخل الجماعة اللي هم إيه الأنقياء بقى الأطقياء اللي هم إيه المحافظين على إيه على الانتماء لفكرة الجماعة والمخلصين لها يعني طيب دلوقتي إحنا شايفين ثلاث جماعات للإخوان ولم تصبح الإخوان جماعة واحدة بل يطلق الآن عليها جماعات الإخوان مش جماعة الإخوان نحن عندنا ثلاث تيارات على الأقل اللي هي التيارات أو القيادات التاريخية الأديمة فيهم جناحين جناح محمود حسين اللي نصب نفسه قائم بعمل مرشد أو المرشد العام بالإنابة وجناح لندن اللي هو بيحاولوا ينصبوا مثلا واحد زي موحي الدين الزايد أو محمود الإبياري أو البحيري بعد وفاة إبراهيم مونير فدول الجناحين اللي هم إيه يعني قيادات تاريخية الكبار الكبار في السن فيه بقى السقور الجدد اللي هو التيار الكمالي أنا بسميهم السقور الجدد اللي هو إيه يعني يعتبر قيادات وسطى شباب شوية اللي هو إيه بين يعني لا مع هذا الطيار ولا مع هذا الطيار ومنذ أكثر من شهر عقد مؤتمره وأعلن عن نفسه وهو يعتبر مش جديد ليه لأن هم يعتبروا امتداد أو أبناء محمد كمالي اللي هو كان يعتبر المرشد الحقيقي للجماعة منذ 30 يونيو إلى مقتله في مواجهة مع الشرطة المصرية في 4 أكتوبر 2016 فكان هو المتولي حاجة كان الإخوان عملوها في الوقت ده لإدارة الجماعة اسمها اللجنة الإدارية العليا هو كان الرئيس يعني بتاعها وكان فوق منه 3 رشاد البيومي وعبد الرحمن البر وطه وهدان وفوق 3 محمود عزت فهو ده كان التسلسل القيادة في الأوامر والتكلفات وكده والاختلافات تتكلمنا عن الاختلافات ما بين الثلاثة أيوم أكثر صورة أيوم أكثر عنفا هم طبعا كلهم بينتهجوا العنف ولكن بصورة أو أخرى يعني كل واحد أو كل جناح بيحاول أنه يتجمل ويبين أنه لا يمارس العنف ويرفض العنف لكن كلهم طبعا متفقين في ممارسة العنف والمنوأة للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة العظيمة نتيجة عندهم عقيدة الثقر دلوقتي بعد ما حدث من رفض الشعب المصري وثوراته على الأخوان في 30 يونيو وانحياز الجيش المصري العظيم لمطالب الشعب المصري لأن ده شيء وطني طبيعي الجيش يقف في صف الشعب المصري فالثلاث أجنحة دولة كلهم بيومارس العنف وكلهم من بينهم نظام خاص لكن الجديد بقى في الطيار الكمال أنه كان عامل حاجة اسمها الخلايا النوعية هي النظام الخاص بس بشكل تاني بشكل ايه تاني بمعنى أنه كان عشان اللي حصل فيه 30 يونيو فعملوا الخلايا النوعية حاجة سريعة كده أنهما نفس النظام النظام الخاص خلايا عنقضية وبتاخد تكلفات بأنها تقوم بأعمال عدائية يعني ضد الجيش والشرطة والمنوأة للدولة المصرية وإحنا شوفنا حاجات كتير من هذه الأعمال وكان لها يعني خدت كذا مسمى يمكن هي كلها واحد بس كذا مسمى عشان يمكن تشتت يعني من ضمن الهدف تشتت مثلا إيه أجهزة الأمن عشان تعمل تباييونات أو اختلافات يعني تبين إن إيه لا دولة غير دولة اللي هي مثلا إيه حاجة كان اسمها حسب أو العقب الثوري أو اللواء الثورة أو أجناد كلها مسميات لكن في النهاية أو كتاب حلوان عفريت حلوان كل المسميات دي هي منبثقة عن الخلايا النوعية اللي أسسها محمد كمال اللي هو أبناء دلوقتي اللي هم التاري الثالث أو الكماليون الجدد أو الصقور الجدد اللي هم إيه اللي أعلنوا عن أنفسهم منذ أكثر من شهر فهم بيتبنوا نفس المنهجية بتاعة محمد كمال اللي هي فكرة الخلايا النوعية اللي هي ممارسة العنف عن طريق هذه الوسيلة يعني للدولة المصر أما الجنحين الآخرين كانوا فيهم النظام الخاص لهم قطبيين لأن إحنا عارفين أن منذ عام 95 اللي صعد لسدة القيادة في الجماعة واللي كانوا أصحاب القرار الحقيقي اللي هم إيه المتبنين أفكار سيد إيه سيد قطبيين أو اللي إحنا بنطلق عليهم إيه القطبيين دولة كانوا موجودين فيه الجنحين اللي هم القيادات التاريخية وطبعاً الجنح بتاع الكماليين والجدد اللي هم أبناء محمد إيه محمد كمال